السوق اليوم أحمر إذا كان بالكريبتو أو بالأسهم أو بالعقار ترون لون أحمر تقريباً بكل ألوان الاقتصاد الموجودة بالسوق فأعملت هذا الفيديو اليوم لكي أشرح ما يحدث بالضبط كيف هذا الأمر سيؤثر عليك أنت كمستثمر بالعملة الرقمية وما تساوي بالأيامات القادمة علينا لكي تستفيد من هذا العمر فأخليكم معي لكي تتعلموا أكثر وقبل أن أكمل هذا الفيديو لا تنسى دعمني باللايك هذا سيساعدني كثيراً شكراً لك بغضون يومين فقط اخسرنا تقريباً 300 مليار دولار بقيمة سقيبة سوق العملات الرقمية تقريباً كل السوق الحالي أحمر تقريباً كل العملات المعروفة موجودة في المنطقة السلبية حالياً وهناك كثيراً خوف وكثيراً قلق بالسوق ونرى الناس كثيراً تسحب مصاريه الناس كثيراً تقرر تطلع بإخساره فما يحدث بالضبط هناك؟ ما هو السبب من وراء هذا الانخفاض الكبير الذي يرى بالأسواق وماذا يمكن أن نتوقع بالأيام القادمة علينا؟ أول أمر سوف نبدأ بالأحداث التي نتوقعها في هذا الشهر أنا أشرت لكم فيديو بداية شهر أيلول الذي شرحت لكم على ما هي الأحداث الكبيرة التي ستحدث بهذا الشهر الذي منها هناك حدث ثان كبار في أمريكا الذي ستحدثه الذي يمكن أن يؤثر على سوء العملات الرقمية بطريعة وطريعة أخرى أول حدث الذي سيحدث اليوم الأربعة الذي سيكون فيه جلسة للخزينة الأمريكية الذي سيعلن فيها أن أمريكا ستوقف تشتري ديون الشركات بفترة الجائحة أمريكا قررت تساعد الشركات بأنها تشتري ديون وتشتري سنداتها وعن طريق هذا الأمر يدخل صيولة أكثر للسوق وتساعد الشركات توقفوا على إجريها وتعطي نوع من الأمان للمستثمرين بهذه الشركات حالياً أمريكا قررت أنها وصلت لها لحظة أنها ساعدت الشركات كفائية وقت الوقت تخفف من هذه المساعدات وخصوصاً مع شراء ديون الشركات وخصوصاً مع شراء سندات الشركات طبعاً لهذا الأمر سيكون له ردة فاعلة على السوق نحن نتوقع أن نصبح ردة فاعلة على سوق السهم التجارية لكننا سيكون له ردة فاعلة على سوق العملات الرقمية عندما أتحدث عن المستثمرين أذكر فمعظم المستثمرين حالياً في السوق المستثمرين الكبار الذين لن يأثرون عميقة والذين يأثرون على حركات السوق ويأتي بسبب هذه الأمر وهذه المستثمرين الذين يجبونهم أن يفوتون على أسوأ العملات الرقمية فعندما يأخذوا قرار أن يبيعوا ويصرفوا لكاش يجبونهم أن يبيعوا أيضا من الأسهم ويبيعوا أيضا من العملات الرقمية وبهذا أمر يمكن أن يسبب تقلبات مختلفة بالسوق ثاني حدث المتوقع يحدث في 27 أيلول الذي فيه الحزب الدموقراطي في أمريكا يجب أن يضع الجلسة للتصويت على القوانين الجديدة التي ستفرضها في أمريكا خصوصا مع تعريف من هو البروكر باللهجة الموجودة حاليا في هذا التعريف هناك الكثير لهجة سلبية ضد العملات الرقمية خصوصا مع الناس الذين يقومون بتعديل الكريبتو الناس الذين يقومون بالستيكينج بكريبتو أو للناس الذين يقومون بأي علاقة بنقل الكريبتو من طرف لطرف آخر أو مع توليد الكريبتو على الشبكة هنا يقولون إذا أنت تساوي هذا الأمر فأنت تحتاج إلى رخصة البروكر طبعا إذا هذا القرار يحدث وهذا القانون يطبق هذا الأمر بشكل مباشر سيكون معناه أنه كل هؤلاء الناس الذين يقومون هذا الأمر بدون رخصة يقومون أمر غير قانوني طبعا أيضا هذا أمر سلبي لكن هناك أشخاص الذين يظهروا على هذا الأمر كأمر إيجابي خصوصا لأول مرة سيكون هناك اعتراف للكريبتو بالقوانين هذه الرئيسية الموجودة بأمريكا لكننا نعرف دائما كيف الخوف تغلب على الشجاعة وخصوصا بالمدى القصير فهذا كمان أمر آخر الذي يولد له بعض الخوف والذي ينتج بهذه التقالبات التي نرى حاليا بالسوق لكن هذه الأحداث التي قلت لك بها الأحداث الآن قلنا نعرف منها من قبل شهر وشهرين ثلاثة يعني المستثمرين لم تفجأوا بهذه الأحداث نحن كنا متوقعين أن نصل إلى هنا وهناك الكثير من الناس التي توقعون الذين سنرى تصحيح بالسوق لكن مع ذلك الحديد قبل كم من يوم كنا موجودين بالترند إيجابي كنا نخرج بالسوق يعني حتى لو نقرب من هذه الأحداث هذا الأمر لم يفرجى حاله يؤثر على المستثمرين بالعملات الرقمية فما حدث الآن؟ لماذا؟ رأنا هذا الهبوط الكبير رأنا هبوط ضخم جداً بالعملات الرقمية بيع سريع جداً وبعد الحديث الآن حتى باللحظة اللي أنا عم بصور هذا الفيديو نرى بيع بالسوق الصين كمان مرة أدت لها هبوط كبير بالعملات الرقمية هذه صارت كمان بشهر خمسة وكمان بشهر ستة وإنسا بشهر تسعة يعني واحدة وراء الثانية هذه السنة على الحامي بالصين بس هذه المرة ليس لسبب أنها طلعت ضد العملات الرقمية بشهر خمسة وستة هذه المرة بسبب سوق العقار عندها اللي عم بهبوط بهابطات كبيرة جداً العقار الصيني سوق ضخم جداً وكثير شركات حتى لو هنا مش شركات عقار بتلاقي اللي هنا اجر أو ايد بهذا الأسواق العقارية اللي بالصين واحدة مع الثانية كرة التلجية عم تكبر أكتر وأكتر عم تضرب أسواق مختلفة كمان أكتر وأكتر بالسوق هذه المرة شركة اللي اسمها افرغراند اللي معظم الناس ما سمعوش بها لحديث اليوم هذه الشركة فاتت بيدين كبير جداً لتقريباً 300 مليار دولار وكثير من المستثمرين قرروا يبيعوا استثماراتهم لأنهم شايفين انه الوضع القادم علينا ووضع متقلب وخطر عليهم وهذه المستثمرين تلاقيهم من أسواق الأسهم أسواق العقار أسواق النفط والغاز وأسواق الكريبتو حسنا ماذا وجدت هذا الأمر بالعملات الرقمية نحن نتحدث عن سوء العملات الرقمية نتحدث عن عملات اللي هي لا مركزية ويأتي تتحل هذه المشاكل المشاكل المؤسسات والشركات وكل هذه الأمور التي تحدث كنتيجة أخطاء الشركات انتفايت على عملة الرقمية لكي تفت باستثمار الذي لا يتعلق بأي شركة من هذه الشركات أنا معك لكن حالياً الذي يحدث بالعملات الرقمية هو مؤشر لحقيقة التي جربنا نتجاهلها بفترة طويلة نجرب نقنع حالياً أن هذه المشكلة ليست موجودة لكن المشكلة الموجودة وهي أن معظم المستثمرين حالياً موجودين بسوء العملات الرقمية موجودين لكي تربح السريع موجودين لكي تفايتون على سوء جديد سوء الذي له نسبة أرباح مرتفعة جداً جداً فكرة المركزية ليست موجودين لكي أساسيات العملات الرقمية ليست موجودين للتقنية لا هم موجودين فقط لكي تربح السريع هذه هي طريقة للتعبير عن هذا الأمر طريقة أخرى للتعبير عن هذا الأمر لماذا نتأثرنا بسرعة على قد كبير جداً هو أن سوء العمل الرقمي لم ينمش وهو واحد من الأسواء القليلة جداً بالسوء الذي يداول 24 ساعة سبع أيام وممكن لهذا السبب ردة الناس ردة المستثمرين من الكريبتو كانت أسرع من ردة الأسهم مثلاً لأن المستثمرين فهتوا بسرعة على الكريبتو وسحبوا مصاريهم وباعوا الوصول المعهم قبل أن يفتحوا أسواء الأسهم وأسواء الأسهم وأسواء الأصول الأخرى الموجودة بالسوء التي تأثرت بهذه ضربة وفي مؤسسات ودول التي اغتنموا هذه الفرصة ستجد كيف سالفادور راحت شرط من القاع شرط 150 بيتكوين لكي تضيفها على الخزنة ليندون ستجد كيف حتى الحكومة يشترون من القاع إذا الحكوماتك يعملون يعملون تعزيز فماذا ننتظر كمستثمرين عاديين هذه الفرص سيكونها فرص تعزيزة وهذه تنفت بسرعة على الرسوم البيانية خصوصاً على الرسوم البيتكوين حالياً عندما نتحدث عن أسواء أسواء حمراء مهم جداً نرى ما يعمل رقم واحد بالسوق لأن عادة تجد العملات الثانية يلاحوها بأفعالها حالياً كما قلت لكم يصبح هناك هبوط أنا عندما بدأت هذا الفيديو كان السعر موجود على حد الأخضر وهذا فقط يومين بعد ما كنا بسعر تقريباً 49 ألف دولار رأينا رأينا هبوط كبير نسبياً بالأسعار حالياً تقريباً 35% بالأسعار بس مع هك نحن نجرب خطوط داعم حالياً وهي خطوط داعم مهم جداً اللي حكيت عنها بالفيديو السابق أول خط للداعم اللي جربناه اللي دعمنا مبارح وقفنا ب حدود الـ 42600 بذلك المنطقة حالياً نحن موجودين ندول تحت هذا الداعم لكن هذا الداعم قسرنا الشامعة بعدما سكرتش فنرى بآخر نهار أين ستسكر الشامعة الحالية اليومية لأنني أظهر على الرسم البيانير اليومية هنا الخط القادم للداعم اللي كمان حكينا عنه بالحلقة السابقة اللي جربناه اليوم لأول مرة اللي هو خط اللي تقريباً 40 ألف دولار بذلك المنطقة بس في حال نزلنا تحته هذا الحد فعنا الحد القادم اللي أنا حطت عناي عليه اللي حطت أمر للشرب هذه المنطقة اللي هو تقريباً بحدود 38 ألف دولار عندما نظهر على الفترة السابقة خصوصاً بالفترة اللي بعد ما نزلنا هذا النزل الكبير جداً بعد شهر أربعة مع شهر خمسة هذا الحد أكثر من مرة جربناه كان مقاومة قوي جداً حتى إذا أخرجنا من فوقه كنا ننزل بسرعة تحته هذا الحد اللي كان مرة مقاومة حالياً سيصبح حد للصمود هكذا الأمور ستحدث ما مرة ستكون مقاومة اليوم ستحدث ستحدث فأنا بطلع عليه هناك أنا حطت أمور للشراء على هذا الحد وكما حطت Price Alert يعني إذا وصلنا لهذا السعر بتوصلني رسالة على هاتف النقال بتقول لي وصلنا لهذا السعر فأذهب بسرعة ماذا ستحدث على العملات الثانية اللي بدي أشتريها ووقتها بفوت بأمير الشعر كمان بالعملات الأخرى لأنه عارف أنه سيصبح باونس وقت هذا السعر سيطلع من أول الجديد وهذا الأمير سيسحب معه كمان للأسواق الثانية فأنا حقق أرباح هنا حقق أرباح كمان بالأسواق الأخرى اللي أنت تستثمر فيها هذه الأمور طبعاً أنا أطلع على المعلومات التاريخية هنا ماذا ستحدث المتداولين بالتاريخ عندما تظهروا على الرسوم البيانية أعرف أن هناك كرة كريستال ونرى المستقبل لا نرى التاريخ نرى المعلومات ماذا حدث بالتاريخ ومعظم المتداولين تظهروا على نفس الأمور تظهروا على كيف هذه الرسوم تتشكل وين هي الحدود المتداولين كتر قرروا ما يبيعوش أو قرروا يتمسكوا بالعملات التي لديهم وهذه الخطوط تصبح خطوط للدعم أو خطوط للمقاومة بالمستقبل إذا أنت حالياً موجود جديد بالسوق وهذه أول تجربة لك أو ليس من زمان تصبح لك معنا أعرف أن هذه هي طبيعة العملات الرقمية نحن موجودين بالسوق الذي هو صغير بالعمر ومتقلب جداً هذا سترى دائماً نرى أكمل شمعة خضراء نرى بالماضي نزلنا خضراء نزلنا خضراء نزلنا ونحن موجودين بالترند الذي أقوى بالناحية السلبية نواحي الحديث دائماً أعمل زوم أوت أرجع إلى وراء ونرى كيف يسوق فكلمات السير لليوم أصبر وأعزز إذا بإمكانك اكتب لي تحتويق ماذا أنت تعمل حالياً تبيع بإخسارة تطلع تعمل تعزيز تستنى ماذا أنت تعمل اكتب لي تحتويق أريد أن أتعلم من تجربتك إذا أعجبكم أفيدك هذا الفيديو أعطيني اللايك من ناحتي اشترك قناتي اشتركوا في القناة كما ترون معلومات مختلفة ونساعد بعض ونتعلم من بعض فأشتركوا معي وشكراً كثيراً إلى وقتك ومع السلامة اشتركوا في القناة